مع محبوب الجماهير فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي ليأخذنا معه في جولة سريعة في قصر قارون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشى خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرى وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرى وأسبل على العاصين سترا هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفأ ولا مثل ولا نظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولما به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعًا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الإخوة والأخوات أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم في ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم ونسأل الله تعالى الذي أخبرنا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق إلا بوحي ولا يحكم إلا بوحي ولا يعمل إلا بوحي أخبرنا أن لله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار يعتق الله تعالى من النار رقابهم فلا يدخلوها ولا يمسهم شيء من حرارها ولا من عذابها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل ليلة لله عتقاء من النار فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا في هذه الليلة الكريمة من عتقائه من النار نحن ووالدين ووالديهم وأزواجنا وذرياتنا جميعًا آمين يا رب العالمين أيها الإخوة والأخوات من فضل الله تعالى علينا أن يسر لنا مثل هذه المجالس الطيبة وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الاجتماع الطيب أنا أعلم يقيناً أيها الإخوة والأخوات أنكم ما جئتم إلى هنا طلباً لطعامٍ لذيذ تأكلونه أو طلباً لمالٍ تحصلونه أو يوزَّ عليكم شيء من الوظائف أو الاعطيات أعلم أنكم جئتم مع شدة الزحام والتعب وربما مع شدةٍ شغال في هذه الليالي المباركات وعددٌ كبيرٌ منكم مرتبطٌ بدوام أيضاً في الغد ومع ذلك جئتم طلباً للخير وطلباً للأجر وطلباً لمجالس الذكر فأسأل الله أن لا يردَّكم خائبين ونحن نتعامل والله مع ربٍ كريم رحيم سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب ويأجر العبد على عمله سواء كان صغيراً أو كبيراً فأسأل الله أن لا يردنا جميعاً خائبين ولا من رحمته محرومين وأن يشملنا الله تعالى بهذا المجلس المبارك أن يشملنا الله تعالى جميعاً برحمته ومغفرته اجتمعنا نتلو كتاب الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا فتحفنا الملائكة وتغشان الرحمة ويذكرنا الله تعالى في من عنده نسأل الله أن نكون كذلك أيها الإخوة والأخوات ذكر الله تعالى في كتابه عدداً من قصص الأمم السابقة سأل أبو ذر كما في مسند رمام أحمد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا رسول الله كم عدد الرسل وقال عليه الصلاة والسلام هم مئة وعشرون ألفاً هؤلاء المئة وعشرون ألفاً أيها الأفاضل ذكر الله تعالى لنا في القرآن أسماء فقط خمسة وعشرين نبياً منهم ليس خمسة وعشرين ألف لا فقط خمسة وعشرين نبياً من ضمن مئة وعشرين ألف وهؤلاء الخمسة وعشرون نبياً أيضاً لم يذكر الله تعالى لنا قصصهم مفصلة جميعاً لا وإنما عدد من هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا في القرآن نحن نعرف أسماءهم لكننا لا نعرف قصصهم نقرأ في القرآن اسم اليسع من يعرف قصته؟ نقرأ في القرآن اسم ذي الكفل من يعرف قصته؟ نقرأ في القرآن اسم إلياسين لكن ما نعرف قصته أنبياء كرام ولهم قوم ولهم كتب أنزلت عليهم ولهم قصص وأعاجب مع أقوامهم لكن ربنا جل في علا لحكمة عنده سبحانه وتعالى ذكر لنا أسماءهم ولم يفصل لنا قصصهم وبعض هؤلاء الأنبياء ذكر الله تعالى قصتهم مختصرة أعطني قصة هود تجدها في موضعين أو ثلاثة من القرآن تقف عليها في سورة هود وفي سورة الأعراف ثم تريد أن تعرف تفاصيل كثيرة فتجد أن الآيات ذكرت لك شيئا يسيرا مما يتعلق بعمر هود عليه السلام وحياته كذلك ما يتعلق بقصة لوط ما يتعلق بقصة شعيد بقصص عدد كبير من الأنبياء إنما هناك نبي من الأنبياء ذكر الله تعالى اسمه أكثر مما ذكر غيره من الأنبياء وخصه الله تعالى بميزة سمي هذا النبي بها فسمي كليم الرحمن وهذا النبي ذكر في القرآن في مئة وثلاثة وثمانين موضعا من القرآن ذكر اسمه في القرآن مئة وثلاثة وثمانين مرة وذكرت قصته في القرآن بعضها متشابه وبعضها مختلف في خمسة وعشرين موضعا من القرآن هذا النبي هو النبي الذي نعرف قصة ولادته ونعرف اسم أخيه بقية الأنبياء ما نعرف اسماء إخوانهم إلا ما ذكر الله تعالى عن يوسف لكن الله جل وعلا لم يذكر اسماء إخوة يوسف إنما ذكر إخوانه فقط بهالعبارة نعرف ما حال أمة نعرف أخته ماذا فعلت هذا النبي نعرف أين تربى قصة زواج هذا النبي نعرفها أيضا هذا النبي له أعاجيب سنقسمها بإذن الله تعالى بين هذه الليلة وبين ليلة أخرى بإذن الله جل وعلا سيكون العبد الفقير معكم لأجل أن نقف على جانب آخر من جوانب حياة هذا النبي هذا النبي موسى عليه السلام كان أقوامه يتنوعون في تعاملهم معه منهم قوم آمنوا به لكنهم لما آمنوا سببوا له كثيرا من المتاعب والمشكلات ألم ترى أنهم لما خرجوا من البحر فلما ما كادت أرجلهم تجف من البحر بعد غلق فرعون حتى مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم وهم قد رأوا هلاك فرعون قبل دقائق قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين لذلك لما قال واحد من اليهود لعمر رضي الله تعالى عنه قال يا عمر لم تكادوا أن تدفنوا نبيكم حتى اختلفتم فقال الأنصار والمهاجرون منا أمير ومنكم أمير كأنه يقول أنتم يا المسلمين تختلفون دائما تدفنوا نبيكم ثم تختلفون كل واحد يقول إمارة عندنا فقال له عمر لكنكم أنتم ما كادت أرجلكم تجف من البحر الذي غرق فيه فرعون إلا وقلتم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أنتم جبتم شيء أعظم مما نحن وقعنا فيه فموسى عليه السلام له أعاجب وكان قومه يتنوعون في تعاملهم معه وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه كثيرا ما يستشهد بموسى دون غيره من الأنبياء ألم تر أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قسم مرة ذهيبة بين أصحابه جاء إليه بمال فقسمه بين أصحابه عليه الصلاة والسلام القسمة الشرعية المبنية على حكمة نبوية وعلم مأخوذ من الوحي فلما قسمها أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله يا محمد اعدل فإنك لم تعدل فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال وهو يمر على ذهنه مئات الأنبياء فاختار موسى قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر طيب ما هو يا رسول الله عيسى أيضا أوذي ما هو إبراهيم ألقي في النار عليه الصلاة والسلام أوذي ما هو شعيب يا رسول الله كاد قومه أن يرجموه أيضا أوذي ما هو لوط عليه السلام عانى من قومه ما عانى لماذا يا رسول الله اخترت موسى بالذات لكثرة ما كان عليه الصلاة والسلام يضرب له المثل في القرآن بموسى لذلك تقرؤون أيها الإخوة والأخوات لما رب العالمين جل وعلا يذكروا قصص الأنبياء ماذا يقول الله تعالى بعدها يقول الله جل وعلا بعدها أولئك الذين هدى الله موسى عيسى لوط شعيب أولئك هالمجموعة الذين ذكرناهم في القرآن وذكرنا قصصهم لك يا نبينا يا محمد صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله طيب ليش ذكرتهم يا ربي لي ايش الفائدة يا ربي من معرفته بقصصهم فبهداهم اقتده فبهداهم اقتده يذكر الله تعالى في القرآن تعنت قوم موسى في البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا له أتتخذنا هزوا عمرك سمعت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة زكوا ولا صلوا قالوا تمزح يا رسول الله عمرك سمعت الصحابة يقولون ذلك لا معقول واحد يقول الله يأمركم كذا مزحا فموسى عليه السلام لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا قالوا أتتخذنا هزوا انتمزح قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين معقول أمزح في الشرع أنتم مجانين أقول الله أمر بكذا أمزح أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فلم ينفذوا بدوا يقولون قالوا يا موسى ادعو لنا ربك ما قالوا ربنا ربك ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي ثم قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها ثم قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابه علينا ما ندري أي بقرة تقصد هذا التعنت الذي يفعله اليهود ليس تعنتا لحبهم لاتباع أمر الله تعالى تحديدا لا إنما هو هكذا تعنت لأجل أن يتأخروا في تنفيذ الأمر يطعمهم المن والسلوى فيقولون ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض كيف واش تبغون ما تنبت الأرض تبغون رمان تبغون يعني منجا تبغون طعام حسن لا من بقلها وثومها وبصلها وعدسها الحين الله تعالى يعطيكم المن والسلوى تقولون عطنا ثوم وبصل فإذا به يقول اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فلا يهبطونها ويقولوا لا نبغى الطعام يأتي إلينا فالنبي عليه الصلاة والسلام كلما رأى شيئا من قومه تذكر أحوال الأنبياء السابقين لذلك لما جاءها الرجل يتعنت ويقول اعدل بكل جرأة فإنك لم تعدل تذكر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة حال قوم موسى وقال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر وفي موطن آخر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما يحاول أن يتمثل قصص الأنبياء مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو راجع من سفر أو كان في أطراف المدينة ونزل على رجل أعرابي نزل وأكل عنده الأعرابي وضع للنبي صلى الله عليه وسلم من القرى ما يوضع للضيف فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الأعرابي إذا جئت المدينة فأتنا إذا جئت المدينة تفضل عندنا وهذا الأعرابي لما يكرم النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ما يكرم رجلا عاديا يعلم أنه يكرم نبيا ملكا على قومه تحت يده ما يغنم من غناء ومن أموال وبالتالي هو يعطي النبي عليه الصلاة والسلام رجاء ما يحصل أيضا من أجر ومن فائدة تأتي فلم تمضي أيام حتى جاء ذلك الأعرابي ونزل عند النبي عليه الصلاة والسلام فأطعمه النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه ثم قال له سلني كعادة العظماء العظماء والملوك والرؤساء إذا أكرموا أحدا وكذا يعطونه هدية فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يعني احنا بنعطيك هدية لكن ما ندري ما يناسبك سلني واحد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم سلني مفروض يغتنم هذه الفرصة ويقول ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة أو ادعو الله أن يغفر لي كما قال ربيع بن كعب الأسلم وهو غلام عمره ثلاث عشرة سنة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام جاء يوضع النبي صلى الله عليه وسلم يصب عليه الماء فقال له عليه الصلاة والسلام سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة ش majestic السؤال اللي اللي يستحق أن يسأل صاحبه يقال له سلني هذا الرجل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام سلني قال أسألك دابة أركبها قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه دابة سلني كأنه يقول ما يكفي أعطيك قل الجنة قل نجات سلني فقال وجارية تخدم أهلي أعطوه جارية أمه مملوكة أعطوها لها تخدمه سل قال وكلبا يحرص غنمي فدفعوا إليه كلبا ثم سكت الرجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام له أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل شوف على طول موسى جاء في باله أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل قال الصحابة يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل غريب أول مرة نسمع عجوز بني إسرائيل يا رسول الله إيش قصة عجوز بني إسرائيل وما عجوز بني إسرائيل فقال عليه الصلاة والسلام إن موسى مباشرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لموسى عليه السلام أكثر من ذكره لغيره من الأنبياء وأدخل الآن في أي برنامج يتكلم عن كتب السنة أدخل اسم موسى عليه السلام لتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يستشهد بموسى صلواته ربي وسلامه عليه قال عليه الصلاة والسلام في قصة عجوز بني إسرائيل قال إن موسى لما أراد أن يرتحل بقومه أراد يرتحل بهم من مكان إلى موضع آخر قال له قومه إن يوسف يعني النبي الذي قبلك قد أخذ علينا العهد والمثاق ألا نرتحل إلا أن نأخذه معنا يعني نخرج من قبره نأخذه معنا ويوسف أيها الأفاضل كما تعلمون هو النبي الذي كان قبل موسى كما في سورة غافر وقال رجل من آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ثم قال بعد ذلك ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به فموسى عليه السلام كان قبله يوسف إلى القوم أنفسهم فهذا واقع يعني يوسف كان في مصر يدعو أهلها ثم أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون وفي مصر فقال موسى عليه السلام لما قالوا إن يوسف أمرنا أن نأخذه معنا قالوا لهم فأين يوسف أين قبر يوسف قالوا ما ندري طيب كيف يعني ما نرتحل قالوا لا يعرفه منا إلا عجوز منا نادوا العجوز فأقبلت العجوز التي من بني إسرائيل قال لها موسى عليه السلام أين قبر يوسف قالت لن أخبرك عنه حتى تعطيني سؤلي أنا عندي شرط أريده حتى تعطيني سؤلي قال لها وما سؤلك يعني أنا بعطيك لكن إيش إيش الطلب الذي تريدينه وما سؤلك فقالت مرافقتك في الجنة فلما قالت مرافقتك في الجنة كأن الأمر عظم عند موسى يعني قال في نفسه يعني مجرد أن تدلين على موضع وترافقين الأنبياء في الجنة والناس يبذلون أرواحهم وأنفسهم وأموالهم لدخل الجنة وأنت مجرد معلومة تاريخية حفظتها عن أجدادك وتكونين رفيقة الأنبياء في الجنة فكأن موسى عليه السلام تعاظم سؤلها فأوحى الله تعالى إليه أن أعطيها سؤلها فقال لك ذلك شوف الهمة العالية قال لك ذلك فدلتهم على مستنقع ماء وقالت إنزحوا الماء منها هنا فأقبلوا ونزحوا الماء من هذا الموضع قالت احفروا في هذا الموضع فحفروا فأخرجوا يوسف عليه السلام ونقلوه معهم إلى الموضع الآخر والحديث رواه الطبراني في معجمة هو حديث صحيح صحه الشيخ الألباني وجمع من أهل العلم فالمقصود من هذه والأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر قصص موسى وربنا جل وعلا في القرآن لم يذكر فقط قصة موسى لا بل ذكر الله تعالى في القرآن قصص بعض المعاصرين لموسى ولو لم يكن والله فيها عبرة لما ذكرها الله تعالى في القرآن الله جل وعلا يقول لقد كان في قصصهم في قصة يوسف وموسى وقارون وفرعون وغيرهم ممن ذكر الله تعالى قصصهم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ومن أصدق من الله قيلا وحديثا ويقول الله جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام فاقصص القصص ليش ربي لعلهم يتفكرون أذكر قصة زكريا وهو يدعو الله في شدة العقم حتى يتفكر من لم يرزق بأولاد ويفعلون مثل زكريا أذكر قصة لوط مع قومه اللي يتعلقون بالشذوذ والشهوة حتى يتفكر من كان يتعلق بالشذوذ والشهوة كيف يتعامل الله تعالى مع أصحاب هذه المعصية أقصص القصص لعلهم يتفكرون ويقول الله جل وعلا وكذلك نقص عليك من أنباء رسل ما نثبت به فؤادك ويقول جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا اللي يعرض عن الذكر عن القرآن ويعرض عن التفكر فيه وعن العمل بما فيه وعن الإيمان به يحمل يوم القيامة وزرا كما بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن تعالوا أيها الإخوة خلالها الثلاثين دقيقة التي بقيت معنا نتكلم في قصة رجل عاش في عصر موسى عليه السلام هذا الرجل كان تاجرا ما سبب تجارته هل كان فعلا يعني عند حركات كيموية فيقلب الحديد ذهبا كما ذكر بعضهم كيف كان قومه ينظرون إليه كيف كانه يتعامل مع قومه لما كثر ماله ما هي كانت نهايته لماذا قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض طيب الدار إيش ذنبها لماذا خسف الله تعالى بالدار معه لماذا لم يخسف به وحده وما هي العبرة المترتبة على قول الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم وي لكم ثواب الله خير لماذا ما قال وقال الذين آمنوا لماذا قال قال الذين أوتوا العلم أي علم يعني الله تعالى هنا تعالوا أيها الأحبة نسبح خلال هالآيات في كتاب الله جل وعلا ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينزلها على قلوبنا نزول الغيث على الأرض الجرداء وأن يغيثنا الله تعالى بكتابه وآياته وأن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن ويتفكرون فيه يقول الله جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى هذه أول معلومة إن قارون ليس من قوم عيسى ولا شعيب ولا إبراهيم ولا لوط لا ربنا يتكلم عن رجل من قوم موسى إذن هو من بني إسرائيل وبالمناسبة كلمة إسرائيل معناها عبد الله إيل معناها الله مثلما تقول ميكائيل جبرايل إسرائيل إسرافيل كلها إيل معناها الله فميكائيل جبرايل يعني محب الله خادم الله عبد الله هكذا وإسرائيل أصلا الذي اسمه إسرائيل هو يعقوب عليه السلام يعقوب عليه السلام لما هاجر من فلسطين إلى مصر كما تعلمون لما يوسف عليه السلام أصبح يعني في مصر وزير ماليا صح التعبير وهو المسؤول عن توزيع الأرزاق فجاء قومه جاء أبوه جاء أبو يوسف عليه السلام ومعه الأسباط الأحدعش أولاده ومعه أيضا غيرهم من بناته ونساءه ورزق هؤلاء جميعا بأولاد في مصر ثم مرت السنين فتكاثروا فصار موسى عليه السلام من نسل يوسف لأن كل الأنبياء تناسلوا من نبي واحد وهو إسحاق إبراهيم عليه السلام عنده ولدان عنده إسماعيل الكبير وإسحاق اللي أصغر منه فإسحاق هو أبو يعقوب ثم يعقوب أبو يوسف ثم يوسف تناسل من ورائه الأنبياء حتى وصلوا إلى إلى موسى وثم عيسى ثم توقف أما محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من نسل إسماعيل عليه السلام وإسماعيل لم يكن من نسله أنبياء إلا محمد صلوات ربي وسلامه عليه فلما نقول بني إسرائيل كأننا نقول بني يعقوب فهذا كان من بني إسرائيل إن قارون كان من قوم موسى طيب إش دنبه يا ربي فبغى عليهم بغى عليهم لكثرة ماله ويقولون إن الغنى ملازم للطغيان إلا من أنجاه الله تعالى مثل ما قال الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى متى يا ربي يطغى الرآه استغنى وتجد فعلا بعض الناس متى يزداد غيا وطغيانا وظلما للناس وجرأة على أكل حقوقهم إذا كثر ماله وارتفع عزه وشرفه بينهم فبغى عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول باباني كان فيهم رواه الترمذي باباني تعجل فيهم العقوبة في الدنيا ما هما يا رسول الله قال البغي والعقوق البغي وهو الظلم والعقوق يعني عقوق الرحم سواء عقوق الوالد أو الوالدة أو عقوق الرحم عموما قال البغي والعقوق والباغي هو الذي تعجل له عقوباته ذكروا أن هارون الرشيد لما سجن يحيى البرمكي في نكبة البرامكة المعروفة في التاريخ تعرفون أنه في التاريخ أسرار من ضمن أسرار التاريخ ما يسمى بنكبة البرامكة هارون الرشيد كان صاحب للبرامكة وذكروا أن هارون الرشيد البرامكة هم أهله من الرضاعة أصلا يحيى البرمكي اللي هو شيخ البرامكة الشايب حقهم هو أبو هارون الرشيد من الرضاعة والفضل بن يحيى البرمكي وخالد بن يحيى البرمكي كلهم يعتبرون إخوانا لهارون الرشيد من الرضاعة إخوان الخليفة استيقظ يوما هارون الرشيد وأمر بجمع البرامكة هو قتلهم وفيما هو معروف التاريخ بنكبة البرامكة وسجن يحيى البرمكي وولده خالد ويقولون إن هارون الرشيد سئل قيل له لما فعلت بالمرامكة ما فعلت فقال والله لو أعلم أن يدي هذه تعرف لقطعتها من شدة حرص على كتمان السبب إلى الآن ما يعرف ذكر أشياء طبعا من ضمن ما يعرف من ضمن ما يذكر في التاريخ لكن لا أريد أن أضيع وقت المحاضرة فيه لكن ذكر أسباب الشاهد أن يحيى البرمكي لما نكب وألقي في السجن وقتل ابنه الفضل وذهب بماله وشرد أولاده وجلس هو وابنه خالد في السجن وكان السجان يمنع عنهم الحطب زيادة في تعذيبهما بشدة البرد ويعني وجد من الشدة والعنت ما لم يتعود عليه أبدا نكبه فقال خالد يوما لأبيه يا أبتي ما ترى السبب فيما وقع علينا احنا ما سوينا شيء هارون ليش يا ربي السيقة في الصبح وعملها العملة هذه فقال له أبوه يا أبني دعوة مظلوم سرت بليل نمنا عنها ولم ينم الله عنها نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي وعند الله تجتمع الخصوم من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم قالوا بما يا رسول الله قال بالحسنات والسيئات كم من عين باتت باكية ويد ارتفعت شاكية من مظلوم مقهور والظالم نايم قال لا يضحك ولا يدري إن فيه ناس يهزون أبواب السماء بأنواع الدعاء عليها ما يدري بغى وللبغي سهام تنتظر للبغي سهام تطرق عليك تطلق على الباغي ينتظر أن تصيبه في أي لحظة يمكن هالسهم هذا ما يصيبه والثاني ما يصيبه لكنه يصيبه سهم منها وأحيانا ربما يكون بعض المصائب التي نزلت عليك بسبب دعوة من مظلوم أنت ما تدري عنها ربما يمرض ولدك وتتعب وتنفق من مالك وتعيش هم وغم ولا تدري أنها دعوة مظلوم عليك ربما واحد يأتي ويتسلف منك مال عشر ألاف عشرين ألف مائة ألف مليون يقول لك أرده لك بعد كذا ثم لا يرده وتتعب ومطالبات وهي دعوة مظلوم ربما منعته مئة درهم اللي مئتين درهم صرت بليل غفلت عنها ولم يغفل الله عنها ربما يبتل الإنسان في وظيفته ولا يبتل في جسده ولا يبتل بشيء وهما يدري لكن بابان تعجل فيهم العقوبة في الدنيا البغي والعقوق البغي والعقوق يقول الله تعالى في الحديث الصحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا نبينا عليه الصلاة والسلام لما وجد مرض الموت قام عليه الصلاة والسلام وقد عصب رأسه بعصابة من شدة الحمى ورقى على المنبر كما في صحيح مسلم ولم يصط عليه الصلاة والسلام أن يقف من شدة الجهد وكان عليه الصلاة والسلام عنده حمى شديدة حتى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام يوما وهو مريض وعليه لحافان فوضع يده من فوق اللحافان فشعر بحرارة الجسد لشدة الحمى رقى النبي عليه الصلاة والسلام المنبر ترك الفراش والراحة ورقى المنبر وأمر بلالا ودع الناس تتوقعون دعاهم لأجل إيش وهو ما بقي له عليه الصلاة والسلام على وفاته إلا أيام ربما ساعات وقف عليه الصلاة والسلام وقال ما وقف بل جلس لم يستطع أن يقف فجلس لذلك الصحابة الروا يقول ورأيته جالسا على المنبر وقال أيها الناس إنه قدنا مني خلوف من بين أظهركم ألا فمن كنت جلت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء ثم جعل يلتفت بعينين متعبتين مريضتين إلى الناس فما رأى أحدا قام فقال بأبيه وأمي ولا يخشى الشحناء لحد يخاف أني أزعل إذا قاموا قال أنت ضربتني بغير حق أبضربك مثل ما ضربتني ولا أنت شتمتني يوم بقوم أشتمك مثل ما لا لا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني أنا ما ما أحقد على أحد ثم قال عليه الصلاة والسلام أو حللني مدام ما في أحد بيقوم يقول انطلمتني طيب أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس ثم نزل عليه الصلاة والسلام فيدلك هذا على أنه صلوات ربي وسلامه عليه لما يحذر من البغي وظلم الناس أكل حقوقهم أو البغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما وصف الله تعالى حجم الكنوز لا وصف حجم المفاتيح التي تفتح بها هذه الكنوز الكنوز حجمها عظيم فوصف الله تعالى المفاتيح لتستدل بها على حجم الكنوز فقال جل وعلا وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحة لتنوء بالعصبة أولي القوة تنوء يعني تتعب العصبة العصبة هو العدد ما بين الثلاثة إلى التسعة وهم أولي قوة إذ قال له قومه لا تفرح يعني لا تفرح بهذا المال فرحا يدعوك إلى الطغيان مثل ما ترى واحد مثلا جاء خبر قالوا ترى أنت يا فلان ربحت في الأرض الفلانية اللي أن شريت بمائة ألف ربحت صارت خمسة ملايين ففرح وقال خلاص جل أقيم حفلة ونادوا المغني الفلاني ونادوا الراقص الفلانية يقول لقومه الناصح لا تفرح لا تفرح الفرح المؤدي إلى الطغيان لا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الفرح محبوب في الإسلام لكن الفرح الذي يدعوك إلى فعل المعصية واحد أولاد فرضا نجحوا فرح قال خلاص اليوم أذهب بكم إلى السينما وتنظرون إلى كذا وكذا لا إن الله لا يحب الفرحين أو فرح وقال خلاص اليوم يا شباب تشربون كذا وكذا يقول لأصحابه على حسابي ولا تسافرون البلد الفلاني اللي تفعلوا كذا وكذا على حسابي لا إن الله لا يحب الفرحين اللي يستعمل الفرح يقوده الفرح إلى معصي أهلا إن الله لا يحب الفرحين ثم بيّن له قومه الناصحون كيف يتعامل مع المال فقالوا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن ليش أحسن ما هي فلوسي لا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين هذا توجيه رباني في كيفية التعامل مع المال أول شيء أنا عندي فلوس ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة كيف يعني كل فلوس يتصدق بها لا ولا تنس نصيبك من الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال يا رسول الله إني أريد ونتصدق بمالي قال له عليه الصلاة والسلام لا يا سعد قال فبنصفه قال لا قال فبثلثه قال فالثلث والثلث كثير عمرك رأيت واحد يحاول أن يتصدق بمال وعند شخص آخر يقول له لا لا تتصدق والذي يقول له لا تتصدق هو أصلح الناس وأحرصهم نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام عند التوازن لما يأتي عمر ويقول يا رسول الله هذا صدقه قال ماذا تركت لأهلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إيش علينا في أهلك إحنا محتاجين لا في توازن في التعامل مع المال قال عليه الصلاة والسلام لسعد يا سعد إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس شوف يا أخي التعامل مع المال يكون بأي طريقة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المال فهنا يقول له قومه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة هذا أولا اثنين ولا تنس نصيبك من الدنيا ابن بيت حسن واركب سيارة زينة وتزوج امرأة حسناء وابن لعيالك بيوت وإيش حياتك وروح تمشى وكل من الطيبات واشرب من الطيبات ولبس أحسن اللباس إيش المانع النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوة البارد من الشراب وكان صلى الله عليه وسلم يلبس لباسا حسنا وكان صلوات ربي وسلام عليه لما أقبل إليه رجل رث الهيئة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أول سؤال قال له هل عندك مال قال نعم قال فما المال قال من كل المال من الإبل والغنم والبقر فقال عليه الصلاة والسلام من كان له مال فليرى أثره عليه يا أخي البس لبس زين خال من أدري أن عندك فلوس ليس الإسلام دين رهبانية ما تستمتع لا استمتع بحياتك ما عندك مشكلة لكن فيه ضوابط ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة كيف يعني أصير زاهد وفلوسي كلها حطها في مساجد لا ولا تنس نصيبك من الدنيا ثم قالوا له وأحسن وترى إحسانك هذا تسديد فواتير لرب العالمين لأن الله هو اللي عطاك أصلا وأحسن كما أحسن الله إليك ثم قالوا له ولا تبغي الفساد في الأرض ليش؟ إن الله لا يحب المفسدين يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله كلنا أموالنا أحب إلينا من أموال وارثينا قال فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت والإنسان بنفقته في الخير يبارك له فيه يا إخواني وأخواتي من أعظم نفقة من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر رومة وهو رفيق في الجنة وقام عبد الرحمن واشترى البئر ليطعم منه الناس عبد الرحمن بن عوف كان صاحب صدقات وصاحب بذل وخير ومع ذلك عبد الرحمن بن عوف لما مات ورثت كل زوجة من زوجاته أربعة آلاف ألف يعني أربعة ملايين درهم عندها أربع زوجات وكل زوجة ورثت أربع ملايين بمعنى أن الثمن ستة عشر مليون ثمن ماله حتى تقدر ماله أضرب ستعاش في ثمانية يطلع قريب من أكثر من مئة مليون هذا أمواله اللي تركها ما بين أراضي ومزارع ومع ذلك عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة ليش؟ لأنه يتعامل مع قاعدة وما أنفقتم من شيء فهو فهو يخلفه ثم قال الله وهو خير الرازقين قال لي يرزقك ما هو صاحب البقالة ولا صاحب الشركة اللي تكتب معه عقد ولا صاحب مكتب العقار اللي تشتري منه الأرض ولا صاحب الشركة اللي تقدم ويوظفك ولا صاحب البضاعة اللي يأتيها لك من الخارج لا اللي يرزقك خير الرازقين رب العالمين فالتوازن هنا مطلوب هنا يقول لقومه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وبعض الناس الذين عندهم أموال في الحقيقة يبغون الفساد في الأرض مع الأسف يعني بدل ما يفسد هو بنفسه هو الحالة يشرب خمر هو لوحده يقع في فاحشة لا يروح يفتح مكان لشرب الخمر طيب اشرب الحالك ليش تبغي الفساد في الأرض يذهب ويفتح بيوتا للدعارة طيب أنت الحالك تريد تقع في الفاحشة قع فيها والله يحاسبك ليش تفتح للناس أن يقعوا فيها يذهب ينشئ مجلة فاسدة طيب تبغى تنظر المجلات إنشئ لنفسك يذهب ينشئ قناة فضائية فاسدة تفسد أخلاق الناس ودينهم وتحارب الفضيلة ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قارون ما تقبل النصيحة لا قال إنما أوتيته على علم عندي أنا أفكر أنا أعرف كيف أبيع واشتري أنا أعرف كيف أطلع الفلوس ما قال إي والله هذا رزق من الله صدقت اللهم ارزقنا أبارك لنا لا قال إنما أوتيته على علم عندي هنا لم ينقل الله تعالى لنا كيف رد عليه قومه لا تولى الله تعالى بنفسه رد عليه إيش قال الله قال الله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ثم قال الله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ما يحتاج نقول للمجرم أنت زنيت أنت شربت خمرا أنت أكلت حقوق فلان أنت منعت الزكاة أنت منعت الصدقة أنت ما رحمت الضعفاء لا ما يحتاج نسألهم كل شيء مستطر ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ثم ذكر الله تعالى حاله من حالات قارون فقال جل وعلا فخرج على قومه في زينته قالوا خرج على خيول سرجها سرج الخيل ولجامها من ذهب ومرصعه بالذهب ويلبس التاج بالذهب ويلبس الحلل هو وقومه الذين معه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله تعالى ثوبا مذله يوم القيامة اللي بيلبس شيء حتى الناس يقولون انظر انظر إلى فلان هذا يلبس لبس مذله يوم القيامة فهنا هو خرج على قومه في زينته رآه الناس الناس ينقسمون إلى قسمين قسم إذا رآه طارت عينه فيه وبدأ يقول يا أليت عندي مثله يا أليت عندي مثله حتى لو أنه عاصي يا أليت عندي مثله وناس يقولون لا والله الحمد لله اللي الله فكن من من المعصية التي نحصل بها على هذا المال بعض الناس الآن ربما يمر على مسجد ويقول يا أخي يا أليت عندي فلوس والله لا أبني مثل هذا المسجد هذا شريك في الأجر لمن بنى المسجد وإن لم يبني مسجدا وسأذكر لكم أيها فاضل الدليل بعد قليل ومن الناس ربما من يمر على شخص عنده احتفال عظيم واللي يرى صور في النت عنده طائره ومعه مثله ولا مصور مع الراقص فلانه ولا المغنية فلانه بعدين يقول يا أليت عندي فلوس أفعل مثله لكن يمر على المسجد ولا يتحرك قلبه أن أن يشتاق إلى المال ليبني مسجدا لا لكن إذا رأى من يعصي اشتاقت نفسه إلى المال ليفعل مثله فهما في الوزر سوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترميدي وهو حديث صحيح يقول إنما الدنيا لأربعة نفر وهذا صح حاصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مقسمة على أربعة أشخاص رجل آتاه الله مالا وعلما علم يعني دين وإيمان وخشية رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في هلكته في الحق واحد عنده ملايين قالوا والله المسجد الفلاني يا أخي يحتاج إلى فرش جديد والله الفرش تقطعوا فيه رائحة سيئة قال تفضلوا كم يكلف قالوا 150 أجل هذه 150 وفرشوا المسجد قالوا لأبكرة والله يا أخي أو هو ربما وقف سيارته وصلى في مسجد وحسب حر قال للإمام يا أخي مسجدكم حر قال يا أخي عندنا مكيفين خربانات تكلف لها عشر تلاف قال تفضل اشتروا مكيفات هذا آتاه الله مالا وأتاه دين وحرص على الخير آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في أبواب الخير وينفق أيضا على نفسه يركب سيارة حسنة ويسكن بيت واسع ويأكل طعام حسن ويسافر يروح يجي لكن ما يصرف في أمور من المحرمات هذا الأول الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت به مثله يقول يا أليت عندي مثل فلوس فلان والله لا أبني مسجد بإذن الله مثلها المسجد أو إذا يوم الأيام صلى في مسجد ولقى فرش جديد فسأل الجنب قال ما شاء الله فرشت المسجد قالي والله الله يجزي خير فلان والله يصلى معنا قبل أسبوع ولما رأى الفرش غير جيد عطانا 150 ألف وغيرنا الفرش فيقول هذا في نفسه والله يرزق نفلوس نفعل مثله يقول عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء فهما في الأجر سواء النية تبلغ مبلغ العمل يعني كأن ربنا يقول لهذا احنا ما عطيناك فلوس لكن ما دام نيتك صالحة وأنت صادق لو جاءك المال ستفعل به مثل هذا أنتم سواء في الأجر ثم قال عليه الصلاة والسلام الثالث ورجل احفظوها ترى بسألكم بعد المحاضرة ومعي بعض كتبي بوزعها اللي يجاوبون ركزوا قال الثالث ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما ما عنده دين وخشية فهو ينفقه في الحرام يعني يوم من الأيام ما تدري إلا والله فتح له مكان محرم ولا فتح كذا ولا ربما أعجب بالمغنية الفلانية وقاموا أهداها طيارة خاصة ولا أهداها سيارة بمليون ولا أعطاها عقد ألماس بمليون دولار ولا نسمع في الجرائد وأحيانا في مواقع النت مثل هذه الأشياء آتاه الله مالا لكن ما عندها يعني خشية وخوف وتعظيم لله وأعرف والله شخصا ينفق في أبواب ما أقول من الباطل لكن أبواب لا يستحق أن ينفق فيها ويعني مثلا ينفق مثلا في رياضة ولا ينفق في تبرع للنادي الفلان بمدر كم مليون فذهب إليه أحد الأخوة يريد تبرعا في بناء مسجد أعرفه شخصيا فلما جاءه يبحث لأجل أن يبغاه عنده مسجد موقف يحتاج له يعني على أقل نص مليون كذلك لأجل إكمال المسجد ووقف المسجد يقول فكلمته ووريت أهل أوراق وصور المسجد وقلت لا تعطينيها تحول إلى المقاول المباشرة لبناء المسجد يقول وقتنع الرجل تماما أني صادق وليس عنده أذنى شك فقال إن شاء الله يا فلاني عطنا دفتر الشيكات يقول توقعت على أقل على أقل مئة ألف ما فيها كلام هذا يا شيخ لما تنتهي المباراة الفلانية وهم فائزين يعطي كل لاعب مئتين ثلاثمائة ألف وحيانا سيارات أكيد أنه بيعطيني شيء يعني يسوأ يقول وعطاني شيك أنا والله ما نظرة أخدت الشيك جزاك الله خير بيض الله وجهك وطلعت يقول فلما فتحت فإذا هو خمسة لاف ريال خمسة لاف ريال يا ليته مسح بها عفن بخله بدل أن يعطيني إياها لبيت الله خمسة لاف وانت المباراة الأخيرة مز عليهم على سيارات على مئة وثمانين ألف خمسة لاف هذا عدم توفيق إلى الخير سبحان الله مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما ما عند حرص ديانه والتقوى فهو ينفق في أمور من شهواته الرابع قال ورجل لم يؤته الله لا مال ولا علم هذا المسكين هذا مثل فقير اليهود اللي لا حصلها لا في الدنيا ولا في الآخرة مثل ما قال ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجلي هذا لا أتها الله لا علم ولا مال فهو يقول يا أليت أن لي مثل مال فلان الفاسق يعني لي أفعل مثله يقرأ يدخل مثلاً الانترنت يشوف صورة فلان ذاك التاجر مع مغنية وهضامها بعدين يقول يا أليت عندي فلوسة يا أخي أصور معها ويفتح صفحة ثانية ويرى فلاناً يفتتحون مسجد جديد فلا يقول يا أليت عندي فلوسة فلان أبنها المسجد لا قلبه لا يتحرك لهذا يقول لم يؤتيه الله مالاً ولا علم قال فهما في الوزر سواء القارون قومه انقسموا إلى هذا الانقسام يقول الله تعالى فخرج على قومه في زينته طيب رآه الناس قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا أليت لنا مثل ما أوتي قارون عشان نركب خيل عليها سرج من ذهب وعليها يعني ما عليها من لجم من ذهب يا أليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم القسم الآخر وقال الذين أوتوا العلم اللي عندهم دين وخشية ويلكم لا تقولون هالكلام لا تتمنوا المال عشان تفعلون مثل قارون لا لا تتمنوا المال حتى تظلموا الناس لا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا قال الله ولا يلقاها إلا الصابرون ما يلقاها العقيدة إلا الصابرون طيب فرعون مشى في أبهته ودخل إلى داره وهو في ضلاله وفجوره قال الله فخسفنا به به لوحده لا لأنه موجود وعند حاشية تعينه على هذا الضلال والفجور هو موجود وعند حاشية تعينه على الضلال والفجور عند حاشية عمرهم ما قالوا له لا والله لا تأخذ الأرض الفلانية ترى حرام يا أخي والله مسكين صاحبها لا يقرأ لا حقك يا طويل العمر لا 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 فعلا أوراقة ما يبثاب لا 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 أنت أحسن واحد في العالم لا لا حقك لا ولا والله يطويل العمر قال لهم والله يا أخي ما أشي يا أخي الخمر أتعبنا قال لا الخمر يا رجال أنت ما كفرت بالله عادي يعني بعدين الخمر هذا الناس يشربونه استغفر بس يطويل العمر واسع صدرك وانت في شبابك ويمديك تتوب ويمديك كذا بعدين قال لهم يا أخي والله يا أخي الواحد استغفر الله يعني وده يتوب من هالعلاقة المحرمة مع هالمرأة كالو لا يطويل العمر غيرك يعبدون أصنام وغيرك يعبد بالله حتى العمرك هذه شهوات بس إن شاء الله ونك على خير ونك تخيل يقولون أن المعتصم لما أراد يفعل ما يفعل بالإمام أحمد من ضربه وتنكيله خاف قالوا فأقبل إليه مئة من أهل العلم اللي عندهم شهوات بينهم وبينه اللي يعني يبغون بالفتوى يأخذ كذا ولا كذا يقولون فأقبل إليه مئة فأقسموا له بالله أن الحاكم ليس عليه يوم القيامة ثواب ولا عقاب يعني يدخل جنب غير حساب وقالوا له إن معاصي الحكام كالجبال لكن أجرهم عند الله كالليل يقولون فأقبل على ما أقبل عليه قارون كان عنده ناس من هالنوع يسمعون هالنقمة التي يريد ويقولون لها الكلام الذي يشتهي لا يكرون عليه منكرا ولا يرفعون عنه ظلما ولا يدافعون عنده عن مظلوم ولا يتكلمون بحق عنده قوم كما قال الله وقيضنا لهم قرناء فزيّنوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم لذلك خسف الله بقارون وبجمعته اللي معه قل لربك لا يظلموا أحدا فخسفنا به به لوحده لا وبداره الأرض طيب وين قومه نصرته حاشيته فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين طيب وين الناس اللي كانوا يقولون يا ليت عندنا مثل اللي عند قارون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون أيها الآن آمنوا يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لولا أمن الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون ثم قال الله تعالى شوف رب العالمين يحكي لنا القصة بعدين يذكر قاعدة لما انتهت قصة فقارون وطويت الصفحة قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها لمن تجعلها يا ربي تجعلها للي ما استمتعوا بالدنيا لا حتى ناس مستمتعين بالدنيا ولهم في الآخرة أعلى الدرجات إذن تجعلها لمن يا ربي للي كانوا مرضى في الدنيا لا في ناس عافية وصحة وفي أعلى الدرجات تجعلها لمن يا ربي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ما قال نجعلها للضعفاء والمساكين والفقراء لا أغنياء وعلى خير وعندهم فلوس ومستمتعين ويدخلوا الجنة مع المتقين الأبرار والشهداء لطار لكن ما عندهم كبر وفساد نجعله هذا عبد الرحمن بنعوف يموت يورث مئة مليون هم العشر مبشرين بالجنة قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ثم قال الله والعاقبة للمتقين أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهدي كتابه أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهدي كتابه أسأل الله أن ينفعنا بهدي كتابه اللهم اجعل القرآن شافعاً لنا مشفعاً يا رب العالمين اللهم اجعلنا من يقال لهم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من من يؤمنون بمحكمه ممن يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابه يد الجلال والإكرام اللهم وإني أسألك للمسلمين في كل مكان أن تصلح أحوالهم اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان يا رب أصلح أحوالهم في سوريا اللهم أحقن دمائهم يا رب احقن دمائهم وتقبل شهداءهم اللهم أنزل عليهم أمنا من عندك اللهم ولإخواننا في ليبيا يا رب العالمين اللهم أنزل عليهم أمنا من عندك يا رب العالمين اللهم أحقن دماءهم اللهم أحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أولي إخواننا في الصومال اللهم سد جوعتهم اللهم سد جوعتهم اللهم سد جوعتهم واشف مريضهم اللهم واشف مريضهم ويسر وصول الصدقات إليهم يا رب العالمين يا حيا قيوم اللهم إنك أرحم الراحمين فارحمهم اللهم إنك أرحم الراحمين فارحمهم اللهم يا حيا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم بكاء الصغير اللهم ارحم بكاء الصغار اللهم ارحم بكاء الصغار اللهم ارحم الآباء والأمهات اللهم ارحم ضعفهم اللهم ارحم ضعفهم يا رب تولى أمرهم يا من هو رزاق عظيم كريم يا رب العالمين يا حي قيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وإن نسألك لإخواننا في تونس وفي مصر وفي اليمن أن تجمع شملهم وأن توحد كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين اللهم وإني أسألك للإمارات عامة ولدبي خاصة أن تنزل عليها الأمن والإيمان اللهم احمهم جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين اللهم صب عليهم الخير صب ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين اللهم اجمع كلمتهم مع ولاتهم على طاعتك اللهم اجمع كلمتهم مع ولاتهم على طاعتك اللهم اجمع كلمتهم مع ولاتهم على طاعتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اجعلهم من أهل الخير والصلاح ومن ناصر الإسلام يا ذا الجلال والإكرام هذا وأسأل الله جل وعلا أيضا أن يجزي الإخوة الكرام الفضلة الذين يقومون على هذا النشاط خير الجزاء وأن يجزي أيضا الإخوة الكرام الرعاة الذين قاموا بدعم مثل هذا المشروع وتأييده والوقوف معاه أسأل الله أن لا يحرمهم جميعا عظيم الأجر وجليل الثوم ولما وصلوا واستقروا في تبوك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في أصحابه ثم تذكر كعب ابن مالك فقال عليه الصلاة والسلام ما فعل كعب ابن مالك ما فعل وين كعب ابن مالك قالوا يا رسول فقال واحد من الجالسين قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه يعني يريد أن يجلس لابس الثياب الحسنة ليس مثلا يطلع في حر وفي سفر وفي جهد والنظر في عطفيه يعني متكبر يمشي وينظر في كتفيه ما يريد أن يخرج معنا فقال له بعض الصحابة معاذ قال له بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا والله أكيد في عذر والله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم مضت الأيام ثقيل على كعب بن مالك وهو في المدينة يترقب متى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ومكت النبي عليه الصلاة والسلام في تابوك نازلا ثلاثة أشهر غير فترة الطريق وغير فترة الرجوع فلما سمع كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قفل راجعا إليهم إلى المدينة يقول حضرني ما قرب وما بعد وأخذت السشير كل ذي رأي من أهلي كيف أخرج من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألني قال لي أنت ليش غبت عن الجهاد ليش غبت عن القتال ماذا أقول له كيف أخرج من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وجعل الناس الذين تخلفوا يأتون إليه وأكثرهم ممن وصفهم كعب إما معذور أو ممن مغموصا في النفاق وأقبل أقوام أصلا ما لهم عذر ليسوا مرضى ولا عندهم إعاقة وأقبلوا يكذبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يقول يا رسول الله مع ليش أنا كنت أخرج معك لأكني كنت مريضا وماتت زوجتي أو مات ولدي أو راحلتي صار لها والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى يقول الله يغفر لك ويتجاوز عنك ويعفو عنك والله أعلم بسريرتك أنت صادق ولا كاذب أنا سامحتك لكن الله أعلم بحالك أنت صادق ولا كاذب يقولوا أقبلت أنا أمشي قال فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلي ثم تبسم تبسم المغضب قال فأقبلت إليه قلت السلام عليك قال اجلس قال فجلست قال ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك أنت ما كنت شريت الناقة ليش تخلفت ليش ما طلعت معنا للقتال ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك قال فقلت يا رسول الله والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لعلمت أني أخرج من غضبه بعذر لقد أوتيت جدلا أنا يا رسول الله شعر مفوه صاحب حجة والله يا رسول الله لو أني جالس عند غيرك أنت نبي أعلم أني لو كذبت لو ألفت من عندي اخترعت أعذار الله سيطلعك على الحقيقة أنا لو جلست عند غيرك من الناس لا علمت أني أخرج من غضبه بعذر أبدبر كلام وأسلوب أخليه ما يغضب عليه وأطلع من الموضوع لكني أعلم أني إن كذبت عليك فسوف يطلعك الله على حالي يا رسول الله والله ما كان لي من عذر يا رسول الله والله ما كان لي من عذر والله يا رسول الله ما كنت قط أحسن حالا ولا أوجد للمال ولا أوجد للمتاع مني في مثل هذا الحال يا رسول الله والله يا رسول الله ليس لي من عذر يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدقكم يعني كل اللي قبله تركذبوا اخترعوا أعذار هذا الرجل صدقكم ثم قال صلى الله عليه وسلم قم حتى يقضي الله فيك كان بالنسبة لي ما أقدر أقول لك أني عفوت عنك أو سامحتك لأن كان واجب الخروج على الجميع أنت خالفت قم حتى يقضي الله فيك قال رضي الله تعالى عنه فخرجت وجعلت أمشي واجتمع علي بعض قومي يقولون لي يا كعب قد اعتذر الناس أما استطعت أن تجمع عذرا تعتذر به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغفر لك فيغفر الله لك يا أخي كل الناس ألفوا كلاموا دبروا نفسهم ما تقدر تعمل مثلهم يقول فلم يزالوا يلومونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي هممت أني أرجع وقل يا رسول الله ترى تذكرت عذر ترى عندي عذر لكن أنا نسيت أذكره لك حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي لكني سألتهم قلت هل لقي هذا الحال أحد مثلي قالوا نعم هلال بن أمية ومرارة بن الربي كلاهما قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك يقول فذكروا رجلين صالحين قد شهد بدرا شهد معركة بدر فقلت والله إن لي فيهما أسوح والله ما أرجع وأكذب أنا صدقت الآن أرجع وأكذب عشان أطلع من غضب النبي صلى الله عليه وسلم لا النبي صلى الله عليه وسلم مدحني وقال أما هذا فقد صدقكم أرجع أكذب لا والله يقول كعب ثم مضيت إلى بيتي فلما مضت أيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا فأخذت أمشي في السوق فلا يكلمني أحد أسلم على الناس فلا يردون عليه الكل هجر حتى زوجته ما تكلمه في البيت أولاده ما يكلمونه يقول وجعلت أدخل المسجد فأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول السلام عليك يا رسول الله ثم أكبر وأصرف بصري أنظر إليه لأنظر هل حرك شفتيه برد السلام أم لا يقول وتنكرت لي المدينة فوالله ما هي بالمدينة التي أعرف والله ما هي بالجدران التي أعرف ما هم بالناس الذين أعرف كحبيا جماعة كان هو رجل أصلا اجتماعي الناس يعرفونه ويجالسونه ويضحكونه ويمازحونه وفجأة ممنوع أحد يتكلم معي حتى زوجتي في البيت حتى النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنا آتي وأنشده من أشعاري وأتحدث معه حتى رد السلام ما يسمعني يقول فمضت أيام لما أتممنا شهرا والناس لا يتكلمون معنا حتى ضاقت علي الأرض بما رحبت وإذا برسول يأتي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطرق علي الباب قال فلما فتحت له الباب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تفارق امرأتك قلت فارق امرأتي قال نعم قلت أطلقها أم ماذا قال لا أدي لكن يقول فارقها ثم خرج ممنوع الكلام ذهب يقول فقلت لها الحقي بأهلك حتى يقضي الله شيئا ما في طلاق لك روحي اجلسي عند أهلك خليني لوحدي في البيت حتى يقضي الله شيئا يقول فأما صاحباي مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فجلس في بيوتهما يبكيان وأقبلت زوجة هلال بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنه رجل كبير في السن أفتأذن لي أن أبقى عنده في البيت لأخدمه يعني يحتاج واحد معه في البيت لا يمكن هذا يعيش لوحده رجل يعني ما يستطيع أن يبقى وحده أتأذن لي أن أبقى عنده فقال نعم لكن لا يقرب النكي قالت والله يا رسول الله ما كان منه إلي شيء منذ هجره الناس والله من يوم حصل اللي حصل والله ما يلتفت إلي إنه ليبكي الليل والنهار يقول كعب فكنت أشب القوم وكنت أخرج في المدينة أسير وأما صاحباي ففي بيوتهما يبكيان فبينما أنا أسير في طريق من طرق المدينة يوما وإذا برجل قد أقبل من قبل الشام وإذا هو يصيح من يدل على كعب بن مالك من يدل على كعب بن مالك قال فأشار له الناس إلي فأقبل إلي هذا رجل أقبل من عند ملك غسان والغساسنة هم عرب من النصارى كانوا يسكنون الشام ولا يزال إلى اليوم منهم بقايا يسكنون فيها يقول فإذا رجل من يعني من ملك غسان يأتي إلي قال أنت كعب بن مالك قلت نعم يعني هذا أول واحد يكلمه من أكثر من شهر قال فدفع إلي صحيفة ففتحتها وإذا هي من ملك غسان من ملك الغساسنة مرسل إلى كعب بن مالك وإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك صاحبك محمد صلى الله عليه وسلم جفاك يعني غاضبك وخلاص صار ما يجالسك ولا يتكلم معك بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ورا مضيعة فالحق بنا نواسك تعال عندنا نواسيك نجعلك مجالسا لنا ونجعل لك بيتا عامرا ونجلس معك الشعراء والعظماء الحق بنا نواسك يقول رضي الله تعالى عنه طبعا هذه يا جماعة بالمناسبة هي فرصة لكعب أن يعني يلفت نظر المسلمين إليه كم ممكن يقول كعب بن مالك شفت يا مسلمين شف يا رسول الله ترى جايني رسالة من ملك غسان يدعوني إليه ها ترى إذا أنتوا ما صالحتوني ما سامحتوني ترى أنا ممكن أذهب إليه كعب بن مالك رضي الله عنه يعلم أن علاقته بالله جل وعلا وأن حبه لله ثم حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عميق لا يمكن أن يفسده أحد وبالتالي أي إغراء يأتيه لا يمكن أن يتنازل يعني بعض المسلمين اليوم مع الأسف ربما يحصل بينه بين بعض المسلمين مشكلة يعني واحد من المسلمين في الخارج يحصل بينه بين مركز الإسلامي مشكلة فيصبح خلاص يترك الصلاة وربما تعاون مع غير المسلمين عليهم هذا لا يجوز أنت علاقتك برب العالمي ليس علاقتك بهؤلاء بعض المسلمين اليوم ربما يحصل له موقف في المسجد أو مع إمام المسجد ثم يقول خلاص والله ما أدخل المسجد طيب أنت علاقتك برب المسجد بمن بني المسجد لأجله جل وعلا بمن يتعبد له في المسجد ليس علاقتك بهذا الإمام فكعب بن مالك رضي الله عنه قلبه موصول بالسماء بالله جل وعلا وقلبه ممتلئ بحب الله ثم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي إغراء هؤلاء ما يمشي معه يقول كعب فلما نظرت في الصحيفة وإذا ملك غسان يقول لي إلحق بنا نواسك قال فقلت في نفسي هذا أيضا من البلاء والله أنا عايش في ابتلاء من أكثر من شهر وهذا ابتلاء آخر قال فتيممت بها التنور فسجرتها التنور هو الذي يطبخ فيه الخبس يخبس فيه الخبس يقول ذهبت بها إلى التنور النار مشتعلة وألقيت الصحيفة تحترق حتى ما تحدثني نفسي كل يوم أبدأ أنظر وأشاور نفسي وأقرأها من جديد خلاص الوسيلة التي ممكن للشيطان أن يضغط علي بها لأجل أن يخرجني من ديني أو يجعلني عدوا للمسلمين أنا أحرق هذه الوسيلة أنا أسد هذا الباب هذا يا جماعة ترى تعامل رائع مع النفس عندما تخشى من تسلط الشيطان يعني واحد مثلا كلما جلس أمام التلفاز يعني عنده قنوات فرضا مركب قمر صناعي يعني يأتي له بالقنوات التي فيها خلاعه وفجور وعري ونحو ذلك فكل مرة يستغفر الله ويغير طيب أنت أقطع سد الباب القمر هذا اللي فيه مثل هذه الأمور غيره أفصله احذف هذه القنوات حتى لو احتجتها من جديد تبدأ تبحث عنها وتبحث عن تردداتها وتبدأ تسوي بحثه خلاص أغلق الباب الذي يدخل عليك منه الشيطان واحد مثلا فرضا عنده هاتف أو فتاة عندها رقم يتصل بها بعض من يغازلها ولها بهم علاقة وأرادت أن تتوب مباشرة غيري هذا الرقم أحرقي شريحتك سريها انتهي حتى ما تحطك نفسك وليا متركبينها فتبدأ تصل إليك رسائلهم وغير أي باب يأتي إليك الشيطان من خلالها أغلقه هنا كعب بن مالك رضي الله عنه صحيفة من ملك غسان يقول بلغنا أن صاحبك قد جفاك الحق من نوازك على طول أخذ الصحيفة وأحرقها أنا أسد الباب اللي الشيطان ممكن يدخل عليها من خلاله ثم السمر كعب في المدينة الناس ما يتكلمون معه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ثم يبدأ ينظر في شفتين النبي صلى الله عليه وسلم هل حرب كان شفتين بسرد السلام ولا لا طاقت عليه الأرض بما رحبت يقول كعب فخرجت من بيتي يوما وذهبت إلى هناك إلى بيت أبي قتادة رضي الله عنه طركت عليه الباب فسمع صوتي فلم يفتح لي وهو ابن عمي قال فجعلت أنظر إلى الجدار ثم تسورت الجدار عليه على حائط على بستان ونظرت وإذا أبو قتادة في بستان ابن عمي قلت له السلام عليك يا أبا قتادة قال فنظر إلي فما رد علي السلام ممنوع أن يتكلم أحد معنا قلت يا أبا قتادة أنشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله أتعلم أني أحب الله ورسوله قال فما رد علي قلت يا أبا قتادة أنشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله قال فقال الله ورسوله أعلم نهتر النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نتكلم معك الله ورسوله أعلم قال فبكيت ثم نزلت وذهبت إلى بيتي وكنت كما وصف الله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم يعني ضاقت عليه كل الأرض يقول فلما أتممنا خمسون ليلة وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلامة فأنزل الله تعالى عليه الآيات التي فيها الثناء على المؤمنين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك وأثر الله جل وعلا عليهم وذكر الله تعالى مغفرتها لهم مغفرته لهم الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ثم قال جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني كعب بن مالك مرارة بن الربيع هلال بن أمية وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتروا الآيات وأم سلمة تستمع فابتهج النبي صلى الله عليه وسلم هو يحب أصحابه وجعل يقول هذا توبة الله تعالى على كعب بن مالك وعلى صاحبيه في نصف الليل قالت أم سلمة يا رسول الله أفلا أخرج فأخبر الناس ما أطلع أبشر أعلم الناس قال لا لا تخبريهم فلا تناموا ليلتكم والله لو تخبريهم أنت تنقلب المدينة اليوم يصحون كلهم في نصف الليل خلي الناس نايمين حتى إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بأصحابه وكان بعض الصحابة بعيد الدار عن المسجد والمدينة كان فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها قبة وكان فيها بيوت بعيدة عن هذا وهذا فيصلون في بيوتهم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بأصحابه ثم التفت إليهم فرحا مستبشرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه مشربا بحمرة كان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة من قمر فكان الصحابة إذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ذلك في وجهه وعلموا أنه فرحان كان يستنير وجهه عليه الصلاة والسلام حتى كأنه قطعة من قمر فصل النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم التفت إلى أصحابه وهو فرح وقرأ عليهم الآيات طيب الآن من يفوز ويبشر كعب ابن مالك ويبشر صاحبه فانطلق الناس ليبشرهم يقول كعب بن مالك فكان أسرعهم رجلان رجل ركب فرسا وجاء يضرب الفرس يريد يصل إلى بيتي ورجل آخر رقى على جبل والتفت إلى جهة بيتي وقال يا كعب بن مالك أبشر أبشر يقول وكنت قد صليت الفجر على سطح بيتي من بيوتنا كيف جماعة الصحابة مهما حصل لهم من الابتلاء مهما هجرهم الناس بل هجرهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يكلمه إلا أن ارتباطه بالدين لا يزال قويا ارتباطه بالإسلام هذه قلوب ذاقت حلاوة الإيمان تثبت عليه مهما أصابها من البلاء يقول كنت قد صليت الفجر قامي صلي الفجر من غير ما أحد يقول له صليت ما صليت لا زوجة ولا أولاد ولا جيرانك ألمونه ولا أحد يراقبه إلا الله ومع ذلك قامي صلي الفجر كنت قد صليت الفجر فوق بيتي من بيوت في سطح بيتي من بيوتنا وإذا ذاك الرجل على ذاك الجبل يصيح يا كعب بن مالك أبشر أبشر قال فسمعت صوته فخررت ساجدا لله وعلنت أنها توبة الله علي قال ثم جاءني هذا الذي على الفرس إلى بيتي وجعل يصيح يا كعب بن مالك وأقبل إلي ذلك الرجل يجري الذي بشرني قال فكان الذي بشرني هو الذي أخبرني قبل صاحبه قال فلم يكن عندي شيء أهديه له يعني بمناسبة بشارته لي ما كان عندي شيء أعطيه بشارة هذا موجود اليوم عند الناس تجد أنك إذا بشرته قلت يا أخي أبشرك ترى مثلا ابنك شوفي من مرضه لفرحته بذلك يكافئك يعطيك بشارة يقول فما كان عندي شيء قال فخلعت ثوبين وأهديتهما له أخلع رداءه قال اتفضل هدية وخلع إزاره وبقي عليه السراويل وقال اتفضل هدية طيب هو الآن بيطلع للنبي صلى الله عليه وسلم يطلع بهذا الحال قال واستعرت ثوبين ولبستهما وبضيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو جالس بين أصحابه قال فلما دخلت عليه إلتفت إلي وجهه مستنير وقال يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قلت يا رسول الله أمن عندك أمن عند الله يعني هو وحي قرآن نزل من عند الله يخصني أم هي وحي من الله أخبرك أن تقول لي إنه قد تابع لي يعني نزل فيني قرآن قال بل من عند الله قلت الله أكبر قال ثم جلست بيني هذه وتلا علي الآيات ثم قلت يا رسول الله إن من توبة الله علي أن أتصدق بكل مالي الفلوس اللي عندي المال اللي عندي إن كان عندي مزرعة إن كان عندي غنم إن كان عندي ما أن أتصدق بكل مالي وقال صلى الله عليه وسلم لا 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 قلت بنصف قال لا قلت بثلث بربع ثم قلت يا رسول الله والله ما إن جاني إلا الصدق لأن الله تعالى في الآيات ذم المنافقين ذم الذين كذبوا قالت قلت يا رسول الله والله ما إن جاني إلا الصدق وإن من توبتي